5, 4, 3, 2, 1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقوم بتقديم التصحيح الخاص بالتمارين الدرس التاسع عشر وهو التقنية الاعتيادية للطرب دون احتفاظ لنبدأ مع السؤال الأول ألاحظ وأحسب الجداء 23 في 3 الذين الوضعية هي كما يلي رتب الكتبي 23 كتابا في كل رف كم عدد الكتب في 3 رفوف إذن الذين هنا نلاحظ أن الفتاة توجهنا نحو تفكير معين ما هو؟ إذن هذا التفكير هو أننا سنقوم بتفكيك العدد 23 إلى عشرات ثم إلى وحدات أي 23 وعشرون هي 20 زائد 3 قمنا هنا بتمتيل العشرات كم لدينا من عشر هنا؟ اثنان قمنا بتمتيلها بماذا؟ بواسطة القضبان الذين قضيبان ومثلان عشرتان إذن العشر الأولى والعشر الثانية القضبان على الذكر هناك من يسميهم كذلك بالعمود أي نقول قضيب أو قد نقول عمود كلاهما صحيح إذن أما الوحدات الثلاثة فماذا؟ مثلناها بالوحدات أي بالمكعبات ثلاث وحدات أي ثلاث مكعبات هنا العملية لدينا هي ماذا؟ هي 23 كم مرة تكررت؟ تكررت المرة الأولى الثانية والثالثة إذن 23 أولى 23 ثانية 23 الثالثة نعم إذن لاحظوا معي جيد إذن 20 تكررت ثلاث مرات و3 تكررت ثلاث مرات إذن 20 عندما تكررت ثلاث مرات أصبح مجموعة العشرات كم؟ 1 2 3 4 5 6 16 أرات إذن هذا يعني هنا 20 في 3 أو 3 في 20 تعطينا كم؟ كم من العشرات هنا؟ 5 كما حسبناها قبل قليل إذن 16 أرات 16 أرات عندما نحولها إلى الوحدات قلنا دائماً إذا أردنا من عدد العشرات إلى عدد الوحدات نضيف صفر فقط لدينا 16 عشرات نضيف لها الصفر فتعطينا العدد هو 60 إذن 3 في 20 تساوي 60 حسنت الآن ننتقل إلى الوحدات لدينا 3 في 3 كم أعطتنا؟ إذن نعم كم يوجد من وحدة؟ 3 4 5 6 7 8 9 إذن 3 في 3 ساوي 9 إذن لابد لنا أن نحفظ جدول الضرب لكي نجيب مباشرة على بعض الأسئلة إذن نلاحظ هنا العملية التي قمنا بها هنا بالتمثيل هي موجودة هنا بطريقة عمودية أي 3 في 3 تعطينا كم؟ 9 و3 في 2 أعطتنا كم؟ 2 رقم عشرات يعني عشرون إذن سبق لنا أن تعرفنا على أن أي عدد في عشرة نضرب ذلك العدد في واحد أي هو نفسه ونضيف له صفر لكن إذا ضربناه في عدد يمثل رقم العشرات فإننا ماذا نفعل؟ نضربه في رقم العشرات ونضيف له الصفر أي ثلاثة في عشرون نضرب ثلاثة في اثنان تعطينا ستة ونضيف لها الصفر فتصبح ستة الآن ماذا نفعل؟ نقوم بعملية الجمع إذن تسعة زائد صفر كم تساوي؟ تسعة وستة زائد لا شيء تساوي كم؟ ستة أحسنت إذن هنا نلاحظ أن ضرب ثلاثة وعشرون في ثلاثة يساوي كم؟ يساوي تسعة وستين إذن عدد الكتب في ثلاثة رفوفين هو تسعة وستون كتاباً نعم الآن ننتقل إلى التمرين الثاني السؤال هو كما يلي أحسب الجداء اثناني وثلاثة في ثلاثة إذن الطفل يعطينا استراتيجية معينة أو تفكير معين لكي نحسب هذا الجداء لذينا أضرب ثلاثة في الوحدات أي أن ما هي الوحدات في العدد إثناني وثلاثون هي إثناني نضرب ثلاثة في الوحدات ثم أضرب ثلاثة في ماذا؟ في العشرات نضرب ثلاثة في ماذا؟ في العشرات أي أن الثلاثة أضربها في رقم العشرات هو ثلاثة ورقم العشرات عندما نحوله إلى الوحدات نضيف الصفر أي ثلاث عشرات تسوي ثلاثون وهي لدينا هنا ثلاثة في ثلاثون وهنا لدينا ثلاثة في إثنان لننتقل الآن إلى الجدول الثالث لدينا العدد إثنان وثلاثون فككناه فأعطانا ماذا؟ أعطانا ثلاثون زائد إثنان 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 يمثل رقم الوحدات وتلاثون تمثل رقم العشرات إذن الآن نضربها في ثلاثة ثلاثة في ثلاثون نضرب ثلاثة في رقم العشرات كما قلنا كم؟ تسعة نضع تسعة ونضف لها الصفة تضع تسعة نحن إذن الآن نضرب ثلاثة في إثنان كم تساوي عادة من خلال جدول الضرب؟ سيكون جواب بسيط وهو ستة الآن سنقوم بالعملية عمودية لدينا هنا إثنان وثلاثون مضروبة في ثلاثة لكن المطلوب مننا هو أن نضرب الوحدات فقط في ثلاثة ما هو رقم الوحدات؟ هو إثنان في ثلاثة كم تساوي؟ ستة أحسنتم هنا في العملية الثانية المطلوب مننا أن نكتب خارج العدد ثلاثة وهو رقم العشرات في ثلاثة إذن بدأنا بالوحدات ثم نكمل بالعشائرات ستة المكتوبة هنا تخص ماذا؟ تخص ثلاثة في اثنان تعطينا ستة أما العدد المطلوب مننا هنا فهو ضرب ثلاثة في ثلاثة كم يساوي؟ سعة أحسنتم الآن ننتقل إلى الخارج الإجمع لي قلنا ثلاثة في اثنان تساوي كم؟ ستة أضعها أين؟ في رقم الوحدات هو ستة وثلاثة في ثلاثة كم تساوي؟ تسعة وثلاثة هو رقم العشرات إذن نضع تسعة في رقم العشرات وهو تسعة نحصل على الخارج ستة وتسعونا الآن لاحظوا معي السؤال الثالث أحسب الجداء أربعة في اثنان وتسسة أربعة في اثنان وتسعون إذن أضرب العدد أربعة في الوحدات أربعة في اثنان ثم أضرب أربعة في العشرات إذن دائما نفس الطريقة ونفس الاستراتيجية ونفس التفكير إذن نضرب أربعة في الوحدات ثم بعد ذلك نضرب أربعة في العشرات إذن عندما نقول عشرة تسعة أي تحويلها إلى الوحدات تعطينا تسعون تسعون تمثل تسع العشرات وإثنان تمثل رقم الوحدات إذن ننتقل إلى جدول هنا لدينا أربعة ضرب تسعون زائد اثنان لأن التسعون زائد اثنان تمثل اثنان وتسعون فتسعة رقم العشرات هو تسعون وإثنان رقم الوحدات هو اثنان قمنا بتفكيك العدد اثنان وتسعون إلى تسعون زائد إلى تسعين زائد اثنان إذن أربعة في تسعون نقول أربعة في تسع كم؟ ستة وثلاثون نضع ستة وثلاثون ونضيف لها ماذا؟ الصفر نحصل على ثلاثمائة وستون أما أربعة في اثنان فخارجها يساوي كم؟ ثمانية الآن نقوم بالعملية عموديا دائما نبدأ بالوحدات ما هو رقم الوحدات للعدد اثنان وتسعون وإثنان فنضرب اثنان في أربعة كم تساوي؟ ثمانية الآن ننتقل إلى رقم العشرات لكننا نلاحظ هذه الستة هذه الستة لا تخص اثنان في أربعة أبدا بل هي تخص فقط ليست كالسابقة وإنما هنا ستة تخص فقط العدد تسعة في أربعة إذن كيف سنعرفها؟ ما هو خارج تسعة في أربعة؟ وستة وثلاثون نعيد الذين ستة نضيف الثلاثة إذن ستة وثلاثون هو خارج ضرب رقم العشرات تسعة في أربعة يساوي ستة وثلاثون ماذا؟ ستة وثلاثون عشر أما هنا ثمانية تمثل ماذا؟ تمثل أمان وحدات أما هنا فستة وثلاثون عشر إذن نعيد العملية أفقياً إثنان في أربعة نبدأ بالوحدات كم تساوي؟ ثمانية ثمانية وأربعة في تسعة تسعة رقم العشرات إذن كم يساوي؟ ستة وثلاثون نضع ستة وثلاثون في رقم العشرات وهكذا ننجز العملية بكل بسط أتمنى أن يكون الشرح وافي بإذن الله ترجمة نانسي قنقر